ولكن دلوقتي هنروح لموجز الأهم الأنباء مع هالا شكرا شازلي الثامنة صباها بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تصديف العاصمة الكينية نايروبي غدا الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية ويأتي ذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية ويستهدف الاجتماع عرض ومناقشة وضع التكامل الأفريقي والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي إضافة إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الخطة العشرية الأولى لأجندة عام 2063 وتتولى مصر حاليا رئاسة اللجنة التوجهية لرؤساء الدول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية نيباد لمدة عامين أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التزامهما المشترك بإنهاء الأزمة في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتني بلينكن وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزيرين استعرضا أوجه توطيد العلاقات الثنائية كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إنه لم تعد هناك تهديدات واسعة نطاق وإن كامل تركيز القوات الأوكرانية على خط المواجهة وأوضح زيلانسكي أنه عقد اجتماعا مفصلا مع هيئة الأركان ركز بشكل أساسي على خط المواجهة والوضع في جميع الجباهات الرئيسية إلى جانب عنصر التسليح والدفاع ضد الهجمات الروسية وخطوات القوات الأوكرانية في المعارك اتهمت لجنة تحقيق روسية رسميا مواطنا أوكرانيا بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإسرار ضد القائد السابق في الأسطول الروسي الراسي في مياه البحر الأسود ستانيزلاف ريزاتسكي إلى جانب دلوعه في تهريب أسلحة بشكل غير قانوني واعتقل المواطن الأوكراني في وقت سابق من هذا الأسبوع لصلاته بمقتل العسكري الروسي السابق وذلك في مدينة كراسنودار الروسية وكانت لجنة التحقيق الروسية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يظهر المشتبه به وهو يسير في مكان ارتكاب الجريمة أكد الرئيس الفرنسي إيمانوال مقهون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا موري أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة الاضطرابات وتحديات الحالية وذكرت الرئاسة الفرنسية أن مقهون ومودي أكد خلال لقائهما في باريس على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى لدعم احترام القانون الدولي وإقامة منطقة آمنة وسلمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى جانب مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ والطاقة النظيفة والصحة والأمن الغذائي والفقر والتنمية أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه على ملعب التيتش استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابع والثلاثين لبطولة الدول الممتاز وعقد المدير الفني للفريق مارسل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث عن الجوانب الفنية وأخذ بعض اللاعبين كذلك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العنضلي فيما أدى باقي اللاعبين الميران كاملا وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الأستاذ القاهرة والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري والتي توجي بها الفريق بشكل رسمي بطلا للدوري فاز البنك الأهلي على نظيره فيوتشر بهدف دونرات في المباراة التي جمعتهما على استاذ قاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم جاء الهدف بأقدام كريم بمبو مهاجم البنك الأهلي في الدقيقة الخامسة والسبعين من زمن اللقاء ليحقق نهاية مميزة للفريق الذي كان يصارع الهبوط حتى الجولة قبل الأخير من المسابقة وبيذي نتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بالرصيد ثمانية وخمسين نقطة جمعها من أربعة وثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في خمسة عشر مباراة وتعدل في ثلاثة عشر لقاء وخسر ست مواجهات وسجل لعبوه أربعة وثلاثين هدفا واستقبلت شباكهم ثلاثة وعشرين هدفا بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري بالرصيد تسعة وثلاثين نقطة انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يماصر بعد الفاصل